وطبعا حول هذا الموضوع هيكون معنا من القاهرة مهندس البرمجيات سيد عبد الرحمن الجمال يعني هل أعتقد أننا لازم نفرق ما بين نقطتين مهمين جدا هل إحنا بنتكلم على البرمجة كمجال عمل للطفل في المستقبل أنه يبقى مبرمج أو مهندس برمجيات زي حضرتك ولا بنتكلم على الفوائد في البداية اللي بيجنيها الطفل من أنه يتعلم مبادئ البرمجة أنه يبقى طريق التفكير أحسن عنده التفكير الهيكالي أو المنطقي اللي احنا اتكلمنا عنه ومش مهم يعني يشتغل بعد كده في أي مجال هو عايزه طبعا شرف كبير ليا أن التلفزيون يستضفني أنا في اليوم العالمي للمبرمج لكن أنا حابب أوضح حاجة أنا اكتشفتها ما كنتش واخد بالي منها هي سبب أن الناس عايزة تتعلم برمجة كل الناس تقريبا متفقين على أن البرمجة مهمة وأن الناس لازم تتعلم برمجة وخصوصا الجيل الجديد اللي هما صنوهم صغير الأطفال يعني دول شايفين أن هما مهم جدا يتعلموا برمجة لكن الاختلاف بيني وبين الناس مش في الهدف أن هما الناس يتعلم برمجة الاختلاف في السبب الناس شايفة أن الأطفال لما يتعلموا برمجة حيفكروا بطريقة منطقية وأنا شايف أن الأطفال لما يتعلموا برمجة حيشتغلوا أحسن وأسرع هو ده الفرق أنا مش شايف إطلاقا أن أي حد حيتعلم برمجة حيفكر بطريقة منطقية واي حد شايف ان اللي بيتعلم برمجة حيفكر بطريقة منطقية هو بس ما اشتغلش في تدريس البرمجة قبل كده اي واحد اشتغل في مجال التدريس عارف ومتأكد ان لو قدامك مئة واحد بتعلمهم نفس الكلام فيه على الاقل نصهم مش هيتعلموا كويس ولا حيفهموا اصلا ايه اللي انت بتقوله وفيه نصهم هيكونوا فاهمين وفيه شوية صغيرين اوي هيكونوا شاطرين مفيش حد بيتغير ربنا خلق كل واحد عنده ميول معينة وقدرات معينة التعليم كل اللي بيعمله انه بيفقل القدرات دي بيخليها اقوى يعني انا لو دخلت كلية الطب مش هتخرج في سبع سنين زي الاطباء الناس اللي ربنا خلقهم اصلا بيحبوا الحاجات دي يعود سبع سنين ويتخرج انا ممكن اعود خمسة وعشرين سنة عشان اتخرج انا ميولي مش كده في حين ان انت لو ديتني لغة برمجة جديدة لسه طلع على النهاردة جديد في ساعتين ثلاثة حخلصها لك وحعرفها كلها وحفهمها كلها ميولي كده كل واحد غير التاني فيه ميول وفيه قدرات ما ينفعش ما ينفعش ان انت بالتعليم تغيرها مش هتتغير لكن احنا في زمن الدراسات كلها بتقول ان كل الشركات هتكون شركات برمجة في يوم الايام وبتتحول تدريجيا لشركات برمجة حتى التلفزيونات النهاردة التلفزيون سمارت تفتح وتلاقي فيه يعني حتى شركات التلفزيون بتتحول لشركات برمجة العربيات كلها برمجة انت لما تكي تشتري عربية النهاردة بتفاضل بين العربيات بايه بالمطور بس مش المطور بس بتفاضل بين العربيات بالتكنولوجي النهاردة في عربية بتسوق نفسها في عربية بتركل وحدها دي كل دي تكنولوجي برمجة شركات العربيات بتتحول من شركات ليه علاقة بالمواتير القوية شركات تكنولوجي متبرمجة احسن العربيات اللي فيها برمجة اكتر وازكة هي اللي بتتباع اكتر فانت بتتعلم برمجة عشان تعرف تشتغل اصلا ومش لازم تكون مبرمج بقى البرمجة كل الشركات اللي تحولت لبرمجة دي فيها وظائف مختلفة ممكن تشتغل مبرمج بس او انت بتشتغل حاجة لها علاقة بالبرمجة حتى هنا في جمالتك مثلا جمالتك دي شركة برمجة اللي بيصورني واللي بيعمل منتاج للفيديوهات هم شطرين في التصوير لكن هم فاهمين شوية صغيرين في البرمجة فده بيخليهم يقدروا يعملوا منتاج لفيديوهات البرمجة ويقدروا يصوروا لفيديوهات البرمجة لو مش فاهمين برمجة وهما بيعملوا منتاج ممكن يقطعوا حتة مهمة فهو لازم يكون فاهم عشان يعرف ايه المهم ايه اللي مش مهم فالبرمجة جزء صغير من شغله فاحنا محتاجين ان كل الناس تتعلم برمجة عشان في يوم من الايام شغلك هيبقى علاقة بالبرمجة سواء حيبقى لي علاقة صغيرة او علاقة كبيرة بس انت مش هتعرف تعمل شغلك كويس لو انت مش فاهم برمجة. طيب هنا السؤال اتعلم برمجة منين? تعلم برمجة من اي حتة? وانت لسه في الاول ممكن تتعلم من اي مكان. اتعلم من اقرب مكان. اتعلم من ارخص مكان. اتعلم من اي حتة في الدنيا. كل الاماكن هتدي لك الزقة الاولى كده بالراحة. لكن بعد ما تتعلم وتبدأ تحس كده ان انت لا انا يجي مني في البرمجة انا حكون شخص عظيم في البرمجة. ساعتها لازم تيجي جمالتك. هو ده المكان اللي بياخد اي شخص عايز يبدأ في البرمجة وحاسس ان هو بيحبها يخليه من شخص عادي لشخص عبقري في البرمجة. يبقى كلنا متفقين ان الناس كلها لازم تتعلم برمجة. لكن الاختلاف ان انا مش شايف ان انت تتعلم برمجة عشان طريق عشان طريق تفكيرك تكون منطقية. وعايزة تخيل معاك المستقبل لو حصل ان الناس كلها بقت بتفكر بطريقة منطقية. هتلاقي ان الدنيا بقت كئيبة جدا. يعني مثلا الناس اللي تطلع تعمل استاندب كوميدي. ما احنا بنتفرج عليهم وبنتحك وبنتبسط. بس بنتحك على ايه? هل بنتحك عشان هو بيتكلم على كلام منطقي ما هو بيقول على حاجات عملها في حياته عشوائية عملت مصيبة. فاحنا بنتحك. اللي بيدحك ان هو شخص عشوائي. ولو هو ما عندهوش العشوائية دي وشرح حلنا احنا. احنا مش هندحك. وبالتالي فهو العشوائية بتاعته بيكسب منها فلوس كتير جدا. المبرمج ربنا اداله قدرات ان هو يكون مبرمج فبيكسب فلوس كتير جدا. والعشوائي ربنا اداله قدرات ان هو ممكن يدحكنا بالعشوائية دي. فيكسب فلوس كتير جدا. فانت اوعى تحط نفسك تحت ضغط او تحط عيالك تحت ضغط ان لازم يتعلموا برمجة. هو ممكن ربنا يكون شايل لهم رزق كبير جدا في حاجة تانية. في حاجة تانية غير البرمجة. انا مقتنع ان هم لازم يتعلموا برمجة. بس مش لازم يكونوا اشطر ناس فيها. لكن هو هيتعلم من البرمجة الجزء البسيط اللي ممكن يحتاجه في شغله بعد كده ايا كان شغله ايه.